قال خبراء اقتصاديون أن تخفيض قيمة الدنار العراقي أمام العمل الأجنبية سيؤثر في المستهلك وأسعار السلع والبضاء واعتبر الخبير الاقتصادي كوفيند أشيرواني أن سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي هو قفزة كبيرة ستؤثر على محدودية الدخل والمواطن المتضر الأكبر من هذه العملية هو المواطن الاعتيادي وذوي الدخل المحدود فالموظف الذي يتقاضى مثلاً 500 ألف دينار شهرياً رح تنخفض قيمة التبادلية لهذا الراتب بمقدار 20% فيصبح كأنما يتقاضى 400 ألف عوضاً عن 500 ألف وكذلك الدخل المحدود أيضاً سيتأثرون قفز من 1190 إلى 1450 كما محدد في مسودة القانون الموازنة هي قفزة كبيرة ستؤثر كثيراً على الأسواق وستربك الأسواق التجارية والمالية في العالم ترجمة نانسي قنقر